يا أبي شوانكم عندي هار رقية ش راح أسوي بيها راح أجيب هاي البلندر و راح أسويها عصير بسم الله راح أخوط هزه كلش جزين حتى يصير كلش ناعم العصير حتى متى اللاص راح أسوي ايج فتحة صغيرة أصوب من عدها نشوب شوية أوبس معودين دقيقة نجيب غلاس راح أخلي بي ثلج بي ثلج يا الله 1 2 3 أوه، فاشلة هاي ماحوخوش طريقة نجيب هذا وراح أشي العصير سوف ظهنا ترى ولا نقطة الأطراف هذه بعدها بها شوية رقي راح نزيلها بالخشوقة ونطحنها بالبلندر صار عندنا هاي عصير و هاي عصير و هاي عصير و هاي عصير هاي طريقة عصير بالطيخ كله سهلة إن شاء الله هنهتوها في مالا